تعالوا نخش على المطش وقبل ما أبدأ كلامي أنا حقول طبعاً مبروك علينا وحقول صباح النصر زي ما أنا متعودة كل مرة لما بيبقى فيه يعني مباراة سابقة وما بنيجي أول يوم هوا وبنفوز بنقول صباح النصر بس صباح النصر وسمحوني أن أنا حقول ده صباح النصر إن إحنا حققنا سكور كويس أو إن إحنا قدرنا إن إحنا يعني نفوز بواحد سفر ولكن أنا مش هقول صباح النصر عشان الأداء كان الأروع بصراحة أنا شخص بيحب الصراحة كريم يمكن أنت تختلف معايا بس أنا ميلة لهذا الرأي وشايفة الرؤية دي يعني يوم الجمعة إحنا ربما ما كناش بنلعب اللعب اللي إحنا منتظرينه حصلنا على اللي إحنا عايزينه زي ما بتقال كده خدت اللي إنت عايزه ده كويس ولكن أنا خدت اللي أنا عايزاه ده بأي أسلوب أو بأي لعب وهل بلعب يطمن يا كريم بعد كده إن أنا يوم الثلاثة إن شاء الله في العودة هقدر إن أنا أحقق اللي أنا عايزاه واخد اللي أنا عايزه ولا لأ ده السؤال على كل حال زي ما كنت بقول لحضراتكو ده مش رأي أنا بس هي فعلا فيه انقسام فيه الرأي يمكن فيه بعدنا شايف إن إحنا برضو كنا مضغطين في الأداء وفي نص الملعب وما كانش فيه ضغط يمكن هجومي مننا رغم إن إحنا جينا وقعدنا نسأل وديوفنا أكدونا لازم هيكون فيه ضغط هجومي إنت جاي دلوقتي على أرضك ظروفك مناسبة كل حاجة ليك بتقول لك يلا إلعب ويلا أدي يلا إحنا في ظهرك سبعين ألف متفرج وعايز أقول لك إن كان أسلوب وشكل راقي للغاية لكن حضراتكم عارفين الهدف برضو على الأرض بيكون يعني ما بيتحققش بالسهولة خصوصا إحنا بنلاعب تاني وحنرجع نقولها إنت بتلاعب السنغال السنغال برضو يعني منتخب تقيل 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 جدا طيب العودة هتبقى عاملين إزاي هل إحنا رايحين متطمينين ولا لا إحنا متطمينين نسبيا يعني مع الوضع طبعا في الاعتبار إننا نخلي بالنا واللعيبة أن هي برضو يعني تنزل تنفذ كل تعليمات كيراشه زي ما هو قال بالظبط هو قال إن إحنا هندفع هناك ومش معنا كده إن إحنا يعني هندفع بس بس إحنا هو ده فكره هو ده اللي هو عايزه فإنت بتواجه برضو أقوى منتخب في أفريقيا وعنده أفضل لعبي العالم ما قلنا الكلام ده قبل كده يعني ما هواش منافس بسيط والمطش ده كمان هدفه في الأول في الآخر هو الوصول للمونديال فبإذن الله نقدر إن إحنا نفرح يوم التلات خلاص يعني بيفصلنا 48 ساعة مش صعب على مصر أبدا مش صعب على منتخب مصر أبدا ولو رجعت بتاريخ منتخب مصر تاريخ منتخب مصر يسمح له إنه هو يبقى عنده هذا الأمل وكل شيء ويبقى عندنا اطمئنان كمان رغم إن إحنا في الذهاب ما حققناش أفضل شيء يا كريم بس خليني أقول برضو تاني الموضوع مؤلد ده دي وجهة نظري المتواضع جدا المتش بعد ما انتهى يعني كتير جدا من آراء انقسمت واختلفت وفي بعض الأحيان كانت فيه آراء متضربة ومتنقضة 180 درجة البعض مننا كان بيتكلم على المتش ده وكاننا كنا بنلعب متش ودي مع فريق متوسط المستوى وكان عايزنا إن إحنا نهاجم ونجيب 3-4-5 دجوال طب الكلام ده هل يعني يعقل في حال إن إحنا من لعب منتخب في إيل بالشكل ده كل خطوطة تقريبا مدججة بأفضل عناصر من الخمس دوريات الأوروبية الأكبر على الإطلاق معرفش إحنا يعني برضو فيه ناس كانت من أصحاب المقولة اللي ابتدت تنتشر نسبيا في الفترة الأخيرة وتتقال على مباريات بعينها لما يكون لها ملبسات وظروف خاصة جدا يقولك إيه هدي المباراة تكسب ولا تلعب تاني إحنا طبعا بنتمنى إن المباريات اللي احنا نكون طرف فيها كمنتخب مصر تكسب وتلعب ولبقى مشين يعني مبسوطين مش بس بالفوز طبعا الفوز في هذه المرحلة أكيد يعني فضل وعدل ويعني إيه حتى الجول اللي جيه ده ممكن يتوصف بأوصاف كتيرة من ضمنها إن هو من عند ربنا لكن في نهاية المطاف إحنا كجماهير كنا نفضل أكيد بطبيعة الحال إن إحنا نكون متطمنين أكتر على اللي جاي في ضوء اللي إحنا شفناه في الماتش اللي فات ومع هذا برضو في رأي تالي بيقول إن إحنا عملنا ماتش جيد إلى حد كبير قدرنا بنسبة كبيرة إن إحنا نخرج بالنتيجة اللي إحنا عايزينها وده في حد ذاته نجاح لكيروش والكل اللي عايبة اللي كانت معاه فيه اللي يقولك إن إحنا كنا بندافع بس وفيه اللي حيرض عليه ويقوله يا إجسلانس ده المدارس الدفاعية في كرة القدم بيقودها كبار مدربي العالم ويا ما شفنا فرق كبير في أوروبا بصفة خاصة على فكرة يعني بتقع تمام بسبب أن عندهم خط هجوم قوي آخر حاجة لكن خط الدفاع في بعضها اللي أحيان ما بيكونش موجود فما تجيش النتيجة في الآخر على هوى الجماهير لكن إنت إلى حد كبير منتخبك عمل ماتش تيك تيكي ويأفسد كل الجمل تقريبا الهجومية لمنتخب السنغال ولسه بإذن الله يوم الثلاثة الجاية يا رب إن شاء الله كلنا نفرح أكيد كلنا ثقة في لعبتنا عندنا أمل كبير جدا فيهم وفي قدرتهم على تحقيق النصر وخصوصا لما يكون النصر ده بيتحقق تحت ضغط الانهية دي برضو إلى حد كبير سمة من سمات منتخب مصر